إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أمهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظن منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقنون هذه جهنم التي كنتم تعدون هذه جهنم التي كنتم تعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون هذه جهنم التي كنتم تعدون هذه جهنم التي كنتم تعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم منه ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خنقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعنهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خنقناه من نطفه فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام غيرمين وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثنهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه توتعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر